مرحبا يا ريودي اليوم معنا الدرس 16 من دورة 1 دعنا نبدأ في عسرية معنا نص بين نيكلاس وباي و أمه سنشترون غراض لنيكلاس مفروشات دعنا نشوف شو صار أول شي نقرأ النص اذا نيكلاس هل تحتاج الى لامبة؟ لا احتاج لك جيد لكن هل تحتاج الى لامبة؟ نعم احتاج الى لامبة خانتي كبير اشأس hypothesis و شخص أنت هو السبب وممتعت في الصف الآن اذا امتهمه هذا صف الليل لكن وفة 200 euro هذا ي半ضل لكن هذا ناس فى أشجل إذا كان لديه ملعه ادى وكان Howard نعم هذا نعم مارا حينما لكن بشيء. ويحتاج لكي أشخاص. ليس أنت أماما. ثم يحتاج إلى الشرابتش. لكننا لا يجب أن نحن هنا. في موبل بما يستطيع الآن. هذا يجب أن نحن نحن. نحن نصف مثل ما قلنا بين نكلاس باللون الأحمر وبين البي فاتر أسود. مثل ما نرى على الجهة اليسر من العبارات. والأم مضطر باللون الأزرع. دعنا نرجع ونرى النص ما يتحدث. أول ما يتحدث الأم يتحدث برخص دوية عيني لامبة. إذن نكلاس أنت هلأ بتدك لامبة. محتاج للمبة أنت طبعا نقصد فيها لامبة دير. تنحط على جنب التخذ أو للدراسة. تنحط على جنب التخذ أو للدراسة. لا، 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 لا يحتاج أيضا. يرد على البيت. جيد. جيد. نحن نوفر مصاري. لكن تحتاج للمبة. ولكن تحتاج إلى أخزاني وتأخذ. يرد على البيت. يجب أن تحتاج للمبة. يجب أن تحتاج إلى أخي. أرد على البيت. أريد أن تحتاج إلى أخذ إليه. يجب أن تحتاج إلى أخذ أخذ. كيف تطلبوا أن تحتاج إلى أخذ من أخذ. فإن تحتاج إلى أخذ هؤلاء. طبعا هنا تلاحظوا. يقول أن نكلاس مع أمه و أمه. لن يضع للمبة. إن أسحبه أن يتعلق المكلفة لن تشتري هذا الطخط بريمة، إن أشتري كلا وانه recompensة وحظم وهنا أيضا غزان أنظر شراء هنا انظروا أن يكون الشراء هنا رد لي البي ولكن 500 يورو وهذا كثير رد لي نيكلاس لكن ما لكنه نحن أداء ما دعني أيديه ما تسالي 150 يورو و إنه يسالي 150 يورو قاله ولكن أنا أجد الإخزاني كثير كثير لكن عندي فكرة ما دعني أيديه أنا عندي فكرة ما تسالي 150 يورو أنا أدفع 150 و أنتم الأبي والأم أدفعوا 350 جيد ، هذا هو مخلط رد على البيض أنه جيد سوف نقوم بعمل ردت لأم هذا الشرنك ماذا؟ قالت له الخزانة هي بشعة هنا طبعا تبعوا هي مثل إذن أو محط حديث هناك درسة بين الفرق أو أخها مثل فوق الشاشة رد نكلاس هذا الشرنك هذا الشرنك بلاقيه الخزانة جميلة وأنا بحتاج الخزانة ليس أنت ماما ليس أنت ماما ثم نقصنا ثم نقصنا طاولة المكان لكن لا يوجد هنا قالوا ماذا؟ لكننا لا سنشتريه هنا سنشتريه عند موبل بيما محل ما فرشاد اسمه بيما نقصنا نقصنا في عندهم طاولات مكتب عليهم عرض سنقصنا مثل ما رأينا النص يا مشاهدينا كيف مهم نتبه هذا المذكر بس يكون في عندنا أكوزاتيف كيف تحوى لدين مثل آخر جميلة أبردين كيف مهم نشتير دين طبعا راجع على شريبتش والجميلة الأبلة تبعت نكلاس إشفند دين شرنك أبرشون كمان نفس الشيء أكوزاتيف حطينا دين انتبه على الشغلات كثير منيحة للقابلة كمان الام قالت لانه هون طبعا نوميناتيف بل انتع حالا خير نرجع نقرى النص لذلك الآن لذلك يعتبر جذبت إلى جعبتها أعلم دين إحتر pleased لذلك يعتبر اكترا الفضي أيهاً بسيء من الديد بسيء من المشارك هل تقوموا أكوزاتنا لكن لذلك 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 سيقوموا أكوزاتنا كيف تردون أنه هو بليش ometريين نعم 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 ونعم نعم و المياه الملاة الملاة و الملاة أحيه أحيب ذلك أعود أحيب أحيب سأعود 500 legs و إعادة يا لنا أنشعنا جيدا يجب الأمر أحبا 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 150 euro und ihr bezahlt 350 euro gut das machen wir also der schrank ist nicht schön er ist hässlich ich finde den schrank den schrank aber schön und ich brauche einen schrank nicht du mal dann fehlt noch der schrattisch ja aber den kaufen wir nicht hier bei mir sind jetzt schrattisch im angebot das machen wir morgen also das ist der nass sehr wichtig für den schrank und wir verstehen ihn sehr gut jetzt kommen wir an die Nass jetzt kommen wir an die Nass die Nass die Nass brauchen wir wer braucht neue Möbel wer braucht neue Möbel Herr Möller, Frau Möller oder Neckes die Nass die Nass brauchen wir nicht falsch oder falsch die Nass brauchen wir nicht falsch das ist nicht falsch wir werden nicht falsch die Nass kaufen keine Lampe das Bett kostet 500 Euro Frau Möller findet den schrank oder Neckes braucht einen schrank die Nass brauchen wir nicht diese Nass brauchen wir nicht falsch aber die Nass brauchen wir nicht falsch was bedeutet den glamour die Abkurt langen sehr einfach wie soll man irstatunen die Nass gemacht ni man eine andere dritte بدنا نكون اسئلة و بدنا نشوف اذا الفعل معنو مصرف نصرفه و اذا الاسم طبعا هون محطوط بلأ دات تعريخ او تنكير بدنا نحطه و اذا اكوزاتيف او نوميناتيف دو شرنك هابن متل ما قلنا هابن نصرفه و شرنك نعرف اذا نذكر معنى السوحياته و اذا اكوزاتيف او لا نشوف اذا نحط حسب الاخوزاتيف و الجواب ياش رنك ايش هابن متل ما انه نفس العملية فقط هون متل ما انه السؤال و تحته الجواب و اثنين كومودي زاين كروس منصرف زاين حسب الشيء المناسب كومودي مشوف مؤنث مذكرة و حياده و منحط له اداة تعريف او تنكير و الجواب نشتي كروس ناين زاين و زي نفس الشيء زاين نصرفه و منحطه على هل اساس من الجواب للسؤال السؤال الثالث زاين موديرن زوفا زاين يصرفه و الزوفا منشوف شو هي مزاكرة مؤنثة و حياده و الجواب يا زير موديرن اس زاين اذا هدا هو السؤال الرابع هو كتير مهم بتمنى الكل يكتبوه تحت في التعليق السؤال الخامس والاخير وهو اسهل واحد فيهم عملية تصريف كتير بسيطة هابن و زاين هن الشيء كتير اساسي باللغة و لازم ما تخربط فيهم ابدا انه نكتبون براوخن و فونن كتير سهلين وفندن وكاوفن كمان استخدرناهن كمان مفيدين و لازم نعرف نصرفهن اذا بتحبوه كل الاسل اللي فيكون جابوهن تحت بالتعليق و ان شاء الله حاول صليح الليل و هيك مشاهدينا خلص الفيديو تبعنا بتمنى يكون فاتكن و وفقيم درسكن و بشوفكن بالفيديو القادم اشتركوا في القناة